بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الليكسيكا الكولوجر موضوع جدا بسيط وسهل حتنتبه أن مدة الفيديو طويلة شوي الفكرة أنه طبقت لك أمثلة كثيرة فالموضوع جدا بسيط وسهل بس بده شوي التركيز في البداية في عنا هنا مثود سميته F1 في داخله في عندك انتجر X تساوي 10 وبعدين بعمل برينت X اللي هي رح تطلع عندك 10 في داخل الميثود فيه كمان ميثود وبزبط يكون ميثود جوه ميثود بحكي لك آه إذا بتذكر معي كني ننشئ داخل الميثود الاسمه ميل كمان ميثود بداخله يعني الفويد ميل كني نعرف بداخلها أيضا ميثودات فبكل بساطة أنا أنشأت هنا ميثود اسمه F1 بداخله ميثود كمان اسمه F2 الـ F2 برجع انتجر هنا شو سويت أنا قلت له شفت الـ X هاي الجلوبال استخدم ليها داخل الميثود الاسمه F2 يعني هاي الـ X جلوبال ليش جلوبال؟ لانه الـ F2 بقدر يعمل لها أكسس حكينا الـ Compiler بتطلع على الممري لقى الـ X موجودة ساعد شو رحكي له هاي الـ X أمورها تمام X تساوي X ضرب 2 يعني 10 ضرب 2 هتطلع عشرين وانا بطبع قيمة الـ X واخر اشي شو بعمل؟ بعمل ريتير X بطبع قيمة عشرين وبعد هيك برجاه لحد الان أتوقع الأمور سهلة الاشي الجديد انه الميثود يرجع ميثود ريتير F2 هي هاي الـ Closure الـ Closure بكل بساطة تحكي لك انه يكون عندك ميثود بداخل وميثود والميثود اللي بيكون بداخل الميثود رو خلنا نحكي F2 هو بتكون القيمة الراجعة هتقول لي شو الفايدة؟ ولتقصب علي شوي خلينا نعمل كول للـ F1 لكن بدي أنوهلك على شغلة مهمة انتبهت هون انه F2 ما حطينا أقواس خليك نتذكر هاي النقطة كي بدأ نادي على F1 حكيت له F1 خزنت جوه Faction هاي الفاكشن علمتك إياها بمحاضرة الأنيموس Faction نتذكر شو حكيت له هنا F1 خزنت إياها جوه الـ Result هزي رح أعمل Print Result وعملت أقواس شو اللي بيصير؟ بكل البساطة أول مرة شايفي الـ F1؟ هتقولي شايفه؟ اللي صار انه أنا ناديت على الـ F1 دعما أشرح لك بدي أنوّل الأقواس بنفس الأقواس الموجودة هون عشان تكون أمور واضحة اللي سويته بس غيرت الألوان عشان تكون أمور بسيطة وسهلة عليك هتنتبه هون انه الـ F1 هاي قابي نادي على الـ F1 هاي اللون الأحمر لـ Bracket خزنت جوه الـ Result انت هسا رح تحكي لي أنا كيف رح نادي على الـ F2 كان ما أحكي لك كيف تنادي على الـ F2 في هون نقطة مهمة انت عارف انه هابا الميثود ما بيتم تنفيذه إلا ما تنادي عليه لما ناديت هسا على الـ F1 بلس بتنفيذ الـ F1 أما الـ F2 ما رح يتنفذ لحاله هتقولي لأ منا معامل Return حاكي له F2 لكن هاي كل هتقولي هاي مش كل لأنه الكل كيف بيكون؟ بيكون مع الأقواس لو حطيت هون أقواس كان معناتها صارت كل لكن هاي مش كل فعشان هيك شو سويت كنت شفت الـ Result عملت لها أقواس خضر أنا هطع لو أنتم عشان تفهم انه هاي الأقواس هي الخاصة بالـ F2 فانت حرفيا كأنك هسا بتنادي على الـ F2 مرة ثانية أول إشي ناديت على الـ F1 خزنت جوه الـ Result بعدين قلت له الـ Result هاي رح ترجع لك F2 فأعتبر هون مكان كلمة Result F2 حطيت جب الـ F2 أقواس معناته رح ناديلي على الـ F2 فرح يصير إنه X10 ضربها في 22 هي طبع 20 ورح يرجع لك هون قديش 20 خلييني أعطيك كمان مثال بقدر إني أختصر هاي السطرين بسطر واحد كيف؟ أول إشي بنادي على الـ F1 بعدين مش قلني الـ F1 رح يرجع لك الـ F2 باعتبر إنه الـ F1 إن شطبط ويجب مكانها F2 بس الـ F2 عشان أنادي عليها شو نازم أسوي؟ أفتح أقواس إذا أنت فهمت هاي الفكرة إنه أنا بكل بساطة بنادي على الميثود الأول لكن الميثود الأول برجع للميثود الثاني لم يرجع للميثود الثاني أنا بسوي له كل إذا هاي فهمت فأنت أمورك تمام كمان خلينا أعطيك كمان مثال هون شو سويت أنا؟ قلت وشفت الـ F1 رح أبعث لها براميتة انتجار N رح أشطب الـ X وحكي له هون انتجار X تساوي N فالقيمة رح أبعثها رح تتخزن جوه الـ X نفس المثال F1 لكن هون بعثت له اثنين فالاثنين رح تتخزن جوه الـ X هيطبع الاثنين هاللي رح ينفذ الـ F2 مستحيل ورح يرجع إيش الـ F2 عشان هسا أنفذ اللي بداخل الـ F2 شو بسوي؟ مثلا بعمل print result وبعمل call عشان يتنفذ الـ F2 لأنه هسا القيمة الراجعة شو كانت؟ F2 فتخيل معي إنه مكاني result F2 ضفت لها أقواس عشان يتم تنفيذ الـ F2 قلنا اثنين اثنين في اثنين أربع هيطبع أربع ورح يرجع هون أربع كيف ممكن نختصها دول السطرين؟ print F1 طبعه في البراميتر اثنين وخلنا نحكي بشكل أصح الـ argument وبعدين هو شو بعمل؟ الـ call الخاص بالـ F2 هفقرة الليكسيك لكلوجر بكل بساطة إنه أنا بيكون في عندي عدة عمليات بتكون على شكل method لكن الميثود الأساسي وخلنا نحكي الميثود الأول بيكون عامل ريتير للميثود الداخلي وهي بيسموها كلوجر لكن أهم النقطة إنك تنتبه دائما إنه ما ترجع الفاكشن ما تعمل له call هون في الـ ريتير إنت بترجع الفاكشن نفسه هاي ريتير F2 وبتعمل له call بعد المناداء على الميثود الأول نادية على الميثود الأول بعدين نادية على الميثود الثاني اللي هو بيكون داخل الميثود الأول أتمنى إنه تكون الفكرة صارت واضح وعشان توضح حسن فكرة مية في المية رح أعطيك عدة أمثلة رح أعطيك كل الكيسز الممكن تواجهها مع الكلوجر خلنا ننتقل للكود نشاتل لك فولدر جديد 30 وفي عندك من ذو الدارت كالعاد في البداية رح نشارك هنا مثود رح أحكيله بكل بساطة F1 الـ F1 هذا ما رح أريد يستقبل ولا إشي لما في عنده باراميتا بداخله هعرف انتجار X تساوي 10 بعد هيك رح أحكيله بريلت جملة طباعة ومدحكيله X تساوي $x وهاي سيميكون بعد هيك رح أنشئ كمان مثود F2 أفتح له براكت وهي كل براكت بداخل هاب الـ F2 رح أعمل أكسس على متغيرات الموجودة في الـ F1 انتبهت انه الـ F1 بداخله في عنده F2 يعني F2 بداخل الـ F1 هن رح أحكيله X تساوي X أضربها مثلا بـ 3 هون شو الفكرة ليش الكمبيلر معطاني error انه الكمبيلر تطلع على الممري لقى موجود في عنده X فقالوا بـ X موجودة فهون شو قال لك انت هتعمل الـ Reference لهذا الـ X شو عملنه هون كنانه X تساوي X ضرب 3 هون فيه تحدي بسيط أنا علمتك كيف تختصر هاي العملية وقف الفيديو وفكر فيها بعدين شغل الفيديو وقف الفيديو وبرضو هون بدي أحكيله الـ X داخل F1 before يعني قبل الـ F2 وآخر إشي فأحكيله Retard X معناته الـ F2 شو بيرجع بيرجع انتجر ممتاز بعد هيك رح أنادع على الـ Print هاي بعد الـ F2 فأحكيله هون F1 after يعني بعد الـ F2 قيمة الـ X هيك لا كيفي نقطة بدي أحكيله هيا وبديك تركز قبل ما تجاول هل هسه قيمة الـ X هون راح تكون مختلفة عن عشرة قبل ما تجاول فكر لو سمحت أكيد هسه فكرت حكيت لأن الـ F2 زي ما أخذنا في محاضرة الـ Scoping الـ F2 لسه ما تم المنادع عليه فمعناته هذا الكود فقط تتعرف في الممري أو تخزن في الممري لكن ما تم تنفيذه شك اتفقنا هتقولي أه فرامك صح اطلعنا هسه بره الـ F2 وراح يثبيت كلامي اللي هو F1 after F2 هو بالدعم الـ Retail F2 انتبه اني أنا ما حطيت براكت بدون تنفيذ فقط قلت له F2 هنا السؤال الـ F1 شو بيرجع هتقولي بيرجع F2 طب الـ F2 هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن Faction شك اخذناها تعال هسا ننفذ بكل بساطة راح أحكيله Faction راح أحكيله هون Result تساوي F1 بهذا الشكل هل هيك النتيجة انتهت تعال نشوف مع بعض هاي Brand وهيا Result بدي تركز انه أنا ما حطيتش اقواس تعال نعمل را جميل نمشي شوي شوي أول شغلة تلك F1 before F2 عشرة وال F1 after F2 برضو عشرة ليه؟ بداخل مثود يعني المثود الأول برجع للمثود اللي بداخله وهي بيسموها الكلوج طب ليش ما نفذ لي لأنه أنا ما قلت له نفذ F2 هسنا يجي على F2 بدون الأقواس ما راح يعمل كل تعال نجرب هسا مرة ثالية شو قال لي ضلت عشرة عشرة لكن F2 اللي هي هون X تساوي 30 والقيمة الراجعة لأنه برجع X فالX سيحترجع هنا بدل F2 حيرجع ليهون 30 قل ما تكمل إذا لسه الفكرة مش واضحة ارجع احضر الفيديو من عند مرحلة التنفيذ من هون قلنا عشان نختصر هاي الطريقة شو نسوي بكل بساطة نحكي F1 أو ممكن نوش نعمل print نسوي جمع من الطباعة من نكتب هنا value X تساوي عشان نميز $ كل بداية ونهاية وحكي له هنا F1 بعدين كمان bracket البركت الأول أنا قاعد نادي على F1 عادي البركت الثاني هو بنفذ F2 هو ايه قلنا The Closer Run نفب نمبر ثانيا نحاول GiveHaver Code ونرجع نسوي رون هيا يقلل Value X تساوي 30 على هالطريقة جدا أبسط وأسهل صح أسهل من طريقة الفقر هنا نقطة كما أريد فكرة The Closer بالضغط موجودة في كل لغات البرمجة وعلى سبيل المثال JavaScript فإذا تعلمت مني هسه فإنت في المستقبل وإنت تتعلم أي لغة هتلاقي نفس المفهوم وهون أرجع نوّر الناس وصلنا محاضر 30 كل شغل العلمتك ستلاقيها في كل لغات البرمجة الإشي الوحيدة سيختلف طريقة الكتابة وفي بعض الأحيان ستلاقي نفس طريقة كتابة لغة التار فلازم تكوني مركز معي بدي أسهل لك الأمور شوي كيف رح أنشئ كمان مثل ثاني بس بدي أعطي اسم مختلف وبيدي أحكيره F3 شو بدي أحكيره إنه F3 عنده براميتر مثلا خلني حكي X هذا X رح أمسى هذا السطر بدي شي وهنا حيطبع لقيمة X بعدين حيضب X نفس المثال موجود هنا X تساوي X ضرب 3 وعشر حيقول 10 ضرب 3 وهك حيطبع رجالية طيب وبعد نفسي الكود ما تغير إشي بس إنه شو سويت بعثت هنا براميتر ليس سويت الحركة هاي عشان بس حب علمك طريقة تبعث براميتر هل أنزل لتحد هنسخ نفسي الكود لأن الموضوع متشابه أول إشي هنقضي على F3 شو قال لي في عندك هنا argument وحكي المثال نبعث له 30 وهون ما رح أضيف البركت أشي أذكرك شو رح يصير تعال نصويرا شو قال لي closure هتنتبه إنه 30 هاي 30 قبل هاي 30 قبل 30 بعد لكن المثود بداخل هو closure ما تم تنفيذه ليه لأنه ما عمل له call يمكن عمل call أي أقواس bracket نعم run طبعا علي هون تسعين لماذا تسعين لأنه ثلاثة ضرب 30 تسعين قلنا كيف نختصر هاي الطريقة عن نفس السطر بس هم أحكي F3 هاي الطريقة كثير حلوة استخدمها دائما خلنحكي 40 وخلنحكي 30 عشان تتأكدوا نفس النتيجة وهان نعمل run بعرضه طلع التسعين أتمنى أنه تكون الفكرة صارت واضحة وبعرضه بدي أعطيك كمان مثال مثال شوي شوي حب أصعب لك وهي F4 هاي شو بدأ حكيله إنه باستقبل X عادي لكن F2 باستقبل كمان انتجر Y هاي ال Y شو فكرتها رح حكيله ال X ساوي X ضرب Y كيف ممكن تختصر لي إياها أنا علمتك وقف الفيديو وقف فيها بعد نكمل أكيد ذكرت إنه X ضرب تساوي Y عسى هنا إنت هتبعث مثلا 30 ولا هتبعث كمان Y كيف رح نسويها تعال نشوف بعض أول إشي رح أحكيله هنا function بعد أحكيله result يساوي F1 F1 هايقول لك لو سمحت أعطيني position مش F1 عف 1 F4 F4 بده إيش بده براميتر صح عن طريق إش عن طريق argument بدي أحكيله X20 بعد هكرا ساوي print result أكيد انت عارف انه هاي الطريقة هطل لك Closure فلازم شو تنادي على الميثود الثاني هل هون أعطاني تحذير لا انتبهت تعالي save ونعمل run أعطاني error لماذا أعطاني error لو سمحت سأكبر لك إيها شوي Closure لازم تعطيني integer شو تكيد هتوم ساعدك إليك لو سمحت الـ Closure هون الفات الـ Runetation انتبهت انه محتاج integer parameter لك هم بحط تحذير فعشان هيك شو لازم تكتب لهم مثلا 30 هاي save اللي راح يصير كالآتي شو بصدائي اللي راح يصير انه هيجي هون 20 ضريب 30 كم هيطلع هايطلع 600 ساعدت تأكد سيئ مع مرة 600 بقول أنا هيك يعني غطيت كل الأفكار وكل الاحتمالات وكل الكيسز انت ممكن تشوفها في لغة البرمج انه يكون عندك هون parameter وكمان يكون داخلي الميثود اللي هو Closure 8 parameter فكرة من الأشياء المهمة أنا متأكد انك انت هسا وسط هاي المرحلة صار تفاهم الفكرة 100% اختصر لك اياها وبعد يكرا فهمك الهدف الاساسي من Closure أو F3 هون نحكي مثلا 20 بعد ثلاثين 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 وهي سيئة نوقف الكود هون اش F3 F4 آخر واحد كان F4 بعدين نعمل رات بالضبط 600 نفس النتيجة خلينا اوضح لك شو مثلا انت في عندك مثود يسوي عملية معينة بداخل هذا مثود ثاني يسوي وظيفة ثانية في بعض الأحيان نحتاج نبني اكثر من مثود جو مثود يعني يكون عملية بداخل عملية برضو رح اوضح لكها بشكل اكبر انت هس رحت على الص فما تحط البطاقة هو يمشي على عدة خطوات مثلا على سبيل المثال الخطوة الأولى انه يطلب انك تدخل البطاقة بعد هيك يطلب منك انك انت تختار الخدمة بدك اياها على اسم المثال انت اخترت عملية السحب يطلب منك انك تدخل القيم بدك تسحب ها بعد هيك رجالك المصار انت طلبت الخطوات اتحكيت لك اعتبر انا method جوا method method واخير اشبع منك criteria يعني بظبط اني اضع فطو method اقول لك بظبط تعالي اشوف مع بعض ممكن يكون الفيديو طوال لكن The Anxiety المهم جدا ف 5 بداخله F 2 و ستدخلي F 4 وهي F4 طبعا لا تخربط بين F4 هاي والF4 هاي لانه هذا الميثود هو بداخل هذا الميثود تمام فاول ما ينتهي ال F5 يبطل موجود F4 فعشان هيك ما اعطانيش ايرول لانه حرفيا زي ما اتفقنا في محاضرة تيليسكوبينج انه عند انتهاء الميثود ينحذف فالF4 هي داخل F5 وما ينتهي ال F5 هينحذف كل الميثودات اللي داخل F5 ستجوه F4 بدي انشئ كمان ميثود بدي احكيله F3 بركت بدي ايساوي عملية ثانية انه شفت ال X يزيد عليها واحد بلوس يساوي واحد تمام اسألو التوضيح بعدين يعمل return X هونشي رح يرجع رح يرجع انتجر طيب جميل F5 F4 F3 هسا هاي الريتيان الخاصة في ال F4 شو رح يرجع رح يرجع ال F3 طيب هسا ال F3 ومش انتجر هو عبارة عن شو عبارة عن فاكشن فتعال رح يرجع ما بعض شو اللي قعب يصير لما نادي على F5 رح ينفذ بال X طبعا لياها بعدين هيروح على F4 لكن F4 انت لسا مش منادي عليها هل انت منادي عليها هون لا ماذا بيتم منادي على F4 هيا لما انت تعمل return F4 لما تعمل return F4 هتنتبه لنجوة F4 برضو في عندك method هتنتبه ان F4 برضو برجع لك method هي F3 فاللي صار انه method جوا method جوا method طيب كيف بتتعامل معه تعالي تعرف كيف اول اشي اول اشي رح تتبع الطريقة البسيطة عشان كل يفهم فكشن مثلا هل نحكي result 1 يساوي 100 يساوي F5 ركز معاك عشان تفهم الفكرة F5 محتاجة argument هل نحكي 10 بس انتهى بعث العشرة هيطبع هون قدياش 10 هل رح ينفذ F4 لا لكن هيطبع هون كمان عشرة بعدين هينفذ F4 لكن عشان ينفذ F4 زي ما حكيتنا قبل شوي نحن نعمل 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 ونحكي result 1 ونفتح اقواس صح اقول لك كلامك صح وكمان انتبهنا انه F4 محتاج Y وحكي له مثلا قدياش 15 وهابا اخذناه قبل شوي لحد الان ما في عندنا ايش جديد طب تعني عمران قل لي Closer ليش Closer تعاني شوف ما بعض شو اللي صار اللي صار كالآدي قل لي هون هاي F5 نفذ F4 لكن اكتشف ان وجوه F4 فيه كمان مثود او خليك كمان عملية هذا المثود هو هيكون راجع هاي F3 هل متأكد انك انت عارب كيف هنسويها كيف براف عليك بس نفتح كمان قوس نعمل ران اي 151 طب تعني نحسبها هلو شغال صح ولا لا 10 بعدين 10 ضرب Y اللي هي 15 10 15 150 والF3 شو بسوي بزيد 1 151 لو بدي اختصر هاذا الطريقة بطريقة ابسط هتقولي بسيطة Brent رحكي له هنا F5 اول براكت ابعث له مثلا 10 ثاني براكت اللي هي لمين F4 براف عليك هتكون Y هبعث له 15 16 بعد هيك كمان cos لمين لل F3 ليش F3 بعد 3 ولا شيء لونه ما في عندها براميتر سيف وعمل رن هتطلع نفس النتيجة 151 اتمنى انه تكوني الفكرة صارت واضح وعش اكون صريح معك انا اتذكر حينما اتعلمت زمان ما قدرت اتعلمها بها السهولة عرفية شرحت لك كل الكيس الممكن يتواجه هذا بفيد مهم اذا حست حالك مش فاهم احضر كمان مر مر مرت وثلاث اتمنى نكاتي الافكار واضح اكتب لي في التعليقات هل الامور كانت سهلة ولا مسهلة ونشوفكم شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء